موسيقى الحمد لله ذي الفضل والإنعام على الجميع يخلق ويرزق ويستر ويحمد الصنيع يعز ويغني وينصر ويرفع الوضيع نحمده تبارك وتعالى ونشكره على النعم كي لا تضيع ونسأله الثبات على الإيمان والدين فإن أقبلت الدنيا لا نبيع ونرجوه حسن الخاتمة وأن يلحقنا بالسابقين من الصالحين وأصحاب البقيعة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه بقدر ما في الخلق من تنويع وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه وحشرنا تحت لوائه إنك بنا بصير ولدعائنا مجيب وسميع وبعد فمع سوء بني إسرائيل إلا أنه كان فيهم مجموعة من العباد والزهاد الذين يعرفون الله حق المعرفة منهم جريج فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عد منهم صاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها يعبد الله سبحانه وتعالى فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج تناديه فقال يا رب أمي وصلاتي أمي أم صلاتي فأقبل على صلاته وترك أمه فانصرفت أمه ولم يجب نداء أمه وهو يصلي وتكرر الأمر ثلاث مرات في اليوم الثالث قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة والزفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات دعاء الوالدة على ولدها المنهي عنه في شرعنا فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وأراد الإطاحة به وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم فتنته لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت من هذا الراعي قالت هو من جريج مع أن جريجا لم يلتفت إليها ولم يتقرب منها ولكنها امرأة سوء وسيئة الأخلاق اتهمته بأن الولد منه فأتوه فأنزلوه من الصومعة وضربوه وهدموا صومعته عليه وهو يسألهم ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك هنا دعوة الأم اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات فقال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما أكمل صلاته أتى إلى الصبي فطعنه في بطنه وقال يا غلام من أبوك فأنطق الله سبحانه وتعالى هذا الصبي قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به بعد أن أيده الله سبحانه وتعالى بأن أنطق هذا الصبي وقال أبي الراعي وقالوا له نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا هنا أنطق الله الصبي في المهدي ليقول أبي الراعي ليظهر الله الحق على رؤوس الأشهاد وينجي الله عباده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته